ومع زادة الإقبال على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ما زال مواطنون يلجأون إلى وسائل الدفع التقليدية خصوصا في دفع فواتير الكهرباء والمياه آخر الحصائيات الرسمية أبهرت تزديد حوالي مليون وستمائة وواحد وستين ألف فاتورة مياه وكهرباء في شهر تموز الماضي إلكترونيا بما قيمته 75 مليون دينار عبر نظام إيفواتيركم كامل الرؤية استطلعت أراء المواطنين حيث تم رصد شريحة كبيرة تسدد الفواتير بشكل مباشر عبر مقرات شركات المياه والكهرباء والاتصالات أو المكتبات ومحال الصرافة لاعتبارات عديدة من أبرزها عدم توفر خاصية سداد جزء من الفاتورة على منصات وتطبيقات الدفع الإلكتروني علاوة على عدم توفر حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية لهم كامل الرؤية ما أفهم باللوكياشن وفي الأجهزة الحديثة والله ما أعرف ما بتعب تدفع مثلا أي فواتيركم ما أعرف إلا روع المقر أنا بس حبرات بكله كامل بأدفع كل إشي كاش والتزم بيت وكل إشي على الكاش ما بزبط أن أدفع عن طريق الأولناين الاحتيال الإلكتروني يأخذ أشكال متنوعة مع انتشار أنظمة الدفع الإلكترونية وتنوعها في تسهيل إجراءات تزديد الالتزامات المالية على المواطنين وإنجاز معاملاتهم لكن ظهرت ألية جديدة لسحب أموال من الحسابات بطرق احتيالية عبر نظام الدفع الفوري كليك للإضاحة أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف محمود الظاهر المدير التنفيذي لدائرة الشبكات والبنى التحتية في الشركة الأردنية لإنظمة الدفع والتقاص جوباك أهلا بك سيدي سيدي نظام كليك هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن انتشر على مدى أربع سنوات بشكل لافت كم يبلغ حجم المدفوعات عليه وفق آخر الأرقام ومن المستخدمين ولماذا يستخدم أيضا وفق آخر أحصائية للنظام خلال شهر تموز كان عدد الحركات فيما يقارب 12.5 مليون حركة بقيمة إجمالية مليار و600 مليون دينار الا استخدامات نظام كليك تتنوع من حولات الأموال بين الأفراد أو الشركات أو لغيات الدفع على الفواتير عند التجار باستخدام رمس الاستجابة الخريعة رمس الQR أو ممكن أرسال طلبات الدفع بين الأفراد أو بين الأفراد والشركات نعم سيدي كيف يعمل نظام كليك نظام كليك هو خدمة متاحة عن طريق تطبيقات البنكية أو تطبيقات شركات المحافظة شركات الدفع بالهاتف النقال بعمل أنه بالمستخدم بدخل بسجل بعملية تسجيل الدخول على حسابه عند البنك أو حساب المحفظة الخاصة فيه ومن نفس حساب المحفظة بختار خدمة كليك وبختار إيش نوع الخدمة اللي بدأ يعملها إما عملية تحويل أموال أو دفع بردس بسلام ربط الاستجابة السريع نعم سيد محمود تداول ناشطونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد يعني بوجود طريقة احتيال عبر النظام كليك عبر تلقي اتصال هاتفي يفيد بتحويل مبالغ بالخطأ للحساب الشخصي ويطلب رقم كليك لاسترجاع المبلغ لصاحبها الأصلي ما مدى دقة هذه المعلومات وأسؤال الأهم هل يمكن الاحتيال على نظام كليك؟ المعلومات اللي ذكرتها حقيقة هي أبعد ما تكون عن الصحة فلا يمكن إجراء عملية احتيال عن طريق سواء حوالة مالية أو إرجاع حوالة مالية تم تحويلها بالغلط البعض العملاء بتعرضوا لعمليات احتيال بطرق مختلفة صراحة وأهمها هي نحن نسميه social engineering اللي هو محاولة استغلال عواطف أو حاجة الناس في بعض الأحيان للحصول على المعلومات الشخصية والسرية يعني أنا ممكن أتواصل معك بأحدى الطرق المتاحة أستثر منك عن معلومات مشان أتمكن أن أحصل على الـ username والpassword الخاصة في حسابك البنكي أو في حساب المحفظة وإذا تمكنت من الدخول على الحساب أنا من خلال الموبايل الخاصي أو من خلال طريقة تانية ممكن أقدر أحول مصاري من حسابك نعم سيد محمود يعني لا يوجد احتيال عبر نظام كليك ليس هناك احتيال غير ممكن غير ممكن إجراء عملية احتيال عبر نظام كليك أو أي نظام آخر لتحويل الأموال نعم يعني أنا جايك هون أنه مع تزايد خدمات الدفع الإلكترونية يعني تنوعت وسائل الاحتيال كما يقال من الواتساب الرسائل القصيرة الاتصال الهاتف الفيزا جميع حتم عبر الحسابات البنكية يعني هذا الكلام غير صحيح نعم هو كلام غير صحيح أو غير بقيق هي بالتم عن طريق أخذ اسم المستخدم والرمز الخاص للدخول إلى الحساب البنكي فهي نقطة الضعف عنه هو الشخص المستخدم وليس التطبيق البنكي أو آلية تحويل الأموال بشكل سريع سيدي كانت هناك معلومات تشير إلى احتمالية فرض رسوم على خدمة إكليك هل هذه الفكرة ما زالت قائمة؟ هذا الموضوع صراحة قيد الدراسة وما عندي أي معلومات عنه نعم سيد محمود الظاهر المدير التنفيذي لدائرة شبكات البنو التحتية في الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص جوباك كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أظهرت أرقام مزارة سياحة والأثار ضعف الإقبال على المواقع السيحية والأثرية في محافظات الجنوب ضمن برنامج أردن ناجنة بسثناء المثلث الذهبي وبرغ عد المتفعين من برنامج أردن ناجنة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي أزيد من 223 ألف الحصة الكبرى للمواقع السيحية في عجلون بواقع 88 ألف زائر وليها المثلث الذهبي في الجنوب والذي يضم مدينة البتراء ووادي رم والعقبة أما الجنوب برغ عدة زوار محمية الضانة 31 زائر فقط ومحمية الأزرق 665 زائر لتشكل أقل حصة من إجمال زوار البرنامج أصحاب شركات السياحة والسفر أرجع الضعف الطلب على زيادة أو زيارة المواقع السعية الأثرية في الجنوب ضمن أردن ناجنة إلى غياب المرافق العامة كالمطاعم والاستراحات وضعف الترويج من قبل وزارة السياحة لهذه المواقع فضلا عن عدم شمول برنامج الرحلة أي نشاطات ترفيهية برنامج أردن جنة هو برنامج مدعوم من وزاة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهذا البرنامج أجل بعد الكورونا لدعم مكاتب السياحة بالأردن الناس بتحب مثلا مثلث الذهبي حسينا مؤخرا أنه بس رغبتهم أنه يروح على العقبة رم البترة ويسهروا ويتعشوا ويحضروا حفلات برم فممكن كمان وزاة السياحة ما ساعدتنا أنه نحط إعلانات مشجعة لهذه المناطق يعني كان أكتر شيء التركيز على العجلون وجرش واشتفينة وعلى المثلث الذهبي بالنسبة للنسب الموجودة بضانا والشوبك تقارن بالبترة ووادي رم طبعا تقارن لأن البترة ووادي رم هي مشهورة عالميا بعدين فيها اكتفتز فيها نشاطات فيها حيوية فيها ممكن نحكي الشعب الأردني أو غير الشعب الأردني بيستمتع فيها فيها خدمات من روح على ضانا من روح على الشوبك مش نفس الخدمات الموجودة بالنسبة للمناطق العدد الزوار فيها مرتفع هي المناطق المتعرفة عليها اللي هي مثلا مناطق الجنوب زي البترة ودرم العقبة ومناطق الشمال مثل جرش عجلون مقيس طبعا سبب ارتفاع النسبة في المناطق هاي اللي هو التسويق طبعا وجود نشطات ترفيهية وجود خدمات الآن بنسبة للمناطق اللي نسبها ضائلة طبعا أسباب النسبة ضائلة هي عكس اللي ذكرناها سابقا إنه ما في تسويق طبعا ما في نشطات ترفيهية وما في خدمات على درب استنباط مختبرات ابتكار وحاضنات أعمال خارج الصندوق فتحت مؤسسة ولي العهد باب الشراكات مع مركز الشباب العربي عبر بوابة أول فرع لمركز الشباب العربي خارج الإمارات وجاء الإعلان خلال للقاء في مقر مؤسسة ولي العهد لبحث تفعيل مرافق المركز الجاري إنشاؤه مع عدد من شركاء العمل المستقبليين وعرض خطط العمل المستقبلية وفرص التعاون المشتركة ضمن أول فعالية للترويج والتعريف في المركز ودوره المركز المقرر تشتينه قبل نهاية العام في منطقة المقابلين شرق عمان سيقام على مساحة 3200 و 68 و 60 متر مربع يشكل ذراعا رئيسية لتعزيز مساحات الابتكار والريادة لدى الشباب الأردني ويتيح فرص تدريب وتأهيل ضمن مسارات توظيف بموجب شركات محلية وعربية الحقيقة اليوم كان لقاء جميل مع الشركاء الاستراتيجين اللي راح يكونون رافض مهم لبرامج الشباب اللي راح تعقد في هذا المركز الأردن غني صراحة بالكادر البشري نسبة كبيرة من الشباب اللي قل عمرهم عن 35 عندهم مقدرة علمية وتقنية وأكاديمية عالية نتطلع إن شاء الله لخدمتهم في هذا المركز مؤسسة ولي العهد من خلال برامجنا بطواضع موضوعية بحكي لك أنه هنا لقى قصص نجاح عديدة للشباب الأردني من كل المحافظات وبالتالي هذا جزء جديد نوعي بتغير طريقة العمل ومنصة مفتوحة سلسة مرنة بحيث أن الشباب يستطيعوا أن يحققوا طموحاتهم وتمكينهم وتسليحهم بالمهرات المطلوبة وتأكدي بمؤسسة ولي العهد سنعمل جاهدا جاهدين لأن نكون بالفعل نصب بما هو مطلوب بسوق العمل والمهرات المستقبلية ترجمة نانسي قنقر